السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي يوم شاء الله دا اشتركوا معكم الخبز اللي كنت صورت عند الاخت ديالي طلبتوا مني الوصفة وكنت سولتكم على المكون اللي استعملتوا هاد المقطع اللي اتخذيته من هداك الفيديو وتفضلوا معي ان شاء الله باش نشوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركتي الله لتحضير حتى الخبز هذا اولا بما اننا غنستعملوا الخميرة البلدية غدا نعجنوا العجين هو الاول المكونات اللي غنستعمل هي نصف يعني هاد زلافة ديال الدقيق وزلافة ديال الدقيق الكامل وزلافة ديال الخميرة البلدية وزلافة ديال اللي ما غنبقى نضيف بشوية بشوية حتى نحصل على النتيجة اللي انا ضغيت وبالنسبة للدقيق الكامل انا سمعت استعملت صفاغين يعني كيكون فيها النخالة بزاف ودقيق اللي كيبال لكم ما فيش النخالة هادا كيكونو مغربلينو اه كناخد دقيق كلو من المكازا بيو باش ما كيكونش في حتى شي اضافات او او مبيضات اهنا كنضيف المهو اللوول باش من اللي نبدا نخلط ما يبقاش ليا حتى غا نعجنها بالروبو هنا غا نستعمل الخميرة البلدية هزيت الخميرة البلدية اللي كانت عندي كلها هكيف ما شفته معايا هنديتها اللي عجانة باش نعجنها وغا نبقى نضيف المهو بشوية بشوية هنخلي شوية العجينة مرخوفة بقى نضيف بشوية بشوية حتى حتى كتجمع ومن بعد غدا نحاول نزول كمية ديال الخميرة البلدية المرة القديمة من بعد ما تعجنات ليم زيان كيف ما كتشوفو معايا زولت كمية ديال الخميرة وضعتها هنا صافي غيشي شوية ماشي بزاف وغدا نخليها تخمر طبع انا الخميرة البلدية كنخليها لحاسب واش بغا نعجن بزاف يعني الايام المقبلة ولا الايام كنت غدا نعجن بزاف ما قدر نزيد ليها مثلا في الليلة شي ثلاثة ولا ربعة ديال المعلقات كنزيدهم والغد كتولي يعني كتيرة هنا كيف ما شوفو معايا اضفت نصف كأس عامر ديال زيت الزيتون شوية ديال ملح وهنا غدا نضيف الشريحة والقرقاح زيت الزيتون كنتستعملو بحالي كنتستعملو الزبدة يعني كيرطب لنا هاد هاد الخبز هادا كيجي بحال بريوش كيجي رطب وكيجي لديد بزاف يعني كنكترو على عادة في الخبز انا كندير غيشي مع القولة زوج هنا تقريبا استعملت نصف كأس وده بغدا نضيف الخروب يعني كنضيفو كيف ما بغيتو انا تقريبا استعملت الكيمياء اللي كتشوفو معايا استعملت زوج ديال المعالق عامرين ديال الخروب والمرة اللي فاتت فجديتو الختي كنت استعملت ثلاثة ديال المعالق هاد الخروب مطحون مزيان ومغربل سافيو غدا نديها نفس شيء غدا نديه يتاجن ده بغي باش يجمعو لنا مزيان هاد المكونات يتجن سو مع بعضهم سافيو كيصبح لنا يعني الخبز واجد العاجينة عفوا من بعد ما عجنتها مزيان كيف ما كتشوفو معايا هاد اللي كنعجنو فيه الخروب كيجي شوية ما تلقوش بالزاف ما تلقوش العاجينة بالزاف هي كتجي شوية يعني كتلصق ولكن مش مش مشكل غدا نقرسوها بالضقيق وهنا خليتها اختامرت قريبا اربعة ديال سوايا في مكان دافئ باش تخمر لنا بزيان الخميرة البلدية كل ما خليناها التخمر الاول من الاحتنى يخمر بزاف كل ما اخمر بزاف كل ما كيجينا الخبز مزيان اما التخمر الثاني يعني فش غدا كما شفتوا معايا غنستعمل للدقيق مني غدا نخليوا نتخمر المارات الثانية يعني غي ساعة كافية بعث المارات غين نصف ساعي لكنت يعني الدار عندكم سخونة ولا حطيتوها بشي مكان دافئ او الى دخلتوها في الفران اللي كتكونوا سخنتوه وطفيتوه يعني كان سخنوه كان طفيوه وكان خليوها ما كان سخنوش بالزاف غي شوية صفي وكندخلو العجينة لداخل انا هنا استعملت الدقيق اللي كيكون مغرب المزيان باش بما انني مستعملها يعني لخروب لداخل باش غي خرج هذاك باش يبان اللون يعني كتبان الفرق ما بين كتبان الفرق ما بين يعني العجينة اللي سوداء يعني شوية معون وكيبان دقيقة بيض بحلي يعني رشيتو بالسكر غلاسي ممكن حتى انا نرشو هاد الخبيزة هادو بزنجلين يعني شي مرات كان نرشهم بزنجلين هاد الخبيزة هادو اول مرة عجنت هاد الخبز يعني عجنتو غيع الله طحت عليه الفكرة عيها اكدك بصراحة ما شفت احبت اشي بلاسة غيع الله قدرت غي شي شوية قلت غاد شوف كيفاش غادي يجي عجبهم بزا 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 بقوا تيقولوا لي يا وليدتي شنو درتي فيه ومع درت مرة الاولى كانت درتوه بالزبيب وبنوازيت عجبهم بزا بصاف بقيت كمرة مرة كانو حضرو ليهم احنا كيفما شاتو معي انا ما ورستهم شو بزا بقيتهم يجوني شوية من فوقين ولبقيت انتم ما تقرسوهم يعني بحل قرص القدامين ممكن تكرسوهم الى بغيتو. سافك انا رشهم مزيان بالدقيق. كيف ما قلتو كيف ما قلت لكم من قبل يعني بحليبا بحلا سكر غلاسي من الفوق. لانه كي يجي حلو بما انه فيه شريحة. كي يجي حلو. غيمة اللي يتحمروه هردو لي البل يعني ما تخليوش حتى يكرم في الفران. يعني كي يجي رطب رطب بزاف هدك لانه الخروب كنعارفو بانه قولي لانه كي يستعملو يعني بحلا كي يحافظ على الحلويات وكي احتى اه يعني كي يعطيهم واحد الرطوبة واحد الحشاشة. كي يجي حسن من الكاكاو في المعجنات الخروب. ما زال ان شاء الله نشارك معكم حلويات بالخروب وكذلك معجنات. صافي كيف ما شفتو معايا خليتو خمر ومبعد دخلتو الفرن آآ درجة دي الحرارة ديالو تكون اعلى درجة يعني في مني كنطيبو في الفرن دي الكهرباء. خاصلنا نسخنو الفرن مزيان قعد كندخلو هي طيب. صافي كي يجي بحل هكده. ولا كترتو يعني كترتو زيت الزيتون كي يجي آآ كي يجي في كي يجي بحل بحل بريوش تماما. شكرا آآ وهذا بالنسبة لهذا الوصفة يعني ممكن تعجنو بطريقة اللي كتتعجنو عادة غي كتزولو غي الخميرة البلدية للمرة القادمة. وكتصضيفو يعني ملعقتين ديال الخروب غي هو الازدو فيه يعني شوية ديال زبيب ولا شوية ديال تمر كتعودو تخرجو لي هذك الماضاق ديالو. وملي كي بداي طيب كتعطي واحدة الريحة زوية بزاف كي يجي آآ كي يجي مختلف. تمنى ان شاء الله يعجبكم. والوليدات كي يسحبو بان فيه الشوكولة. ممكن كذلك انكم تطيفو ليه يعني قطع صغيرة ديالشوكولة. وكنضن والله اعلم يعني هاد الوصفة احسن من من الحلويات اللي كيكون فيها السكر. آآ الى عجبو الوليدات. فمرة مرة نحضروه ليوم لملا. تمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. وبغيت نشكركم بزاف على تعليق اللي خليتوا ليه في هاد الفيديو. الله يجزيكم بخير. وبالنسبة الاخوات اللي بقى ما شافوش هاد الفيديو. فنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو اسفل هاد هاد الفيديو ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة